معنا من القاهرة الخبير في شؤون الأمن القومي اللواء محمد عبد الواحد مساء الخير سيد محمد عبد الواحد هل يمكن كسب حرب بهذه النوعية من الدبابات أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدينك الكرام الحقيقة نبص على أرض المعرقة عشان نقدر نحدد إسرائيل كان لها هدف منذ بدء المعارج بأنها تسيطر على الجزء الشمالي من قطاع غزة وبالحقيقة هي نجحت فيه السيطرة على هذا الجزء بنشر قوات لها على الحدود الفاصلة بين غزة وبين حدود إسرائيل من الشمال والشرق ومن الوسط وقطعت شارع صلاح الدين ثم شارع رشيد لكي تفصل الجزء الشمالي عن الجزء الجنوبي التشكيل اللي هي مدخلها هو تشكيل فعلا مدرعات حوالي من 3 إلى 3.5 لوة مدرع بما يعادل برضو تقريبا من 360 ل400 دبابة ده بيبقى التشكيل الأساسي للدبابات هذه الدبابات عشان تدخل مدن محتاجة إلى حماية وبالتالي بيبقى مع كل لوة مدرع بيبقى مع كتيبة مشاء هذه الكتيبة المشاء برضو معها معدتها معها السيارات النمر سيارات مدرعة معها الهون بتاعها بتاع المشاء وكمان معها الأسلحة بتاعتها زي الاربو جي والمدفعية وفيه كمان وحدة مدفعية بتبقى أكبر من كتيبة هذه الوحدة معها المدافع الخاصة بها ومعها الهون الخاص بيئة المدفعية وده بيبقى تقيل شوي بيبقى 150 ملي الفترة اللي فاتت لقينا فيه خسائر في الدبابات المركافة خاصة المركافة أربعة واستطاعت القسام أنها توصل إلى المركافة أربعة وتسيبها وتفجرها وده الحقيقة لفتت نظر إسرائيل بدرجة عالية لدرجة أنها خدت قرار بسحب الدبابة مركافة أربعة نظرا لتكلفتها العالية وكمان عشان الصمع الدولية لهذه الدبابة خاصة أن إسرائيل بترواج لها كثيرا على الدبابة أربعة وبالتالي بدأ تسحب جزء منها وتدخل بدلها الدبابة مركافة V3 V3 كان الفترة اللي فاتت الحقيقة إسرائيل كان عندها استراتيجية تتخلص من عدد من الدبابات الأديمة أو دبابات الجيل الأديم وكان فيه فعلا صفقة لبيع الدبابة مركافة V3 لأوكرانيا، لبولندا، لبعض دول أوروبا الشرقية وكان هناك من يعارض هذه الصفقة دلوقتي هم في أشد الحاجة لدخول مركافة V3 إلى المعرقة لكن الخسائر اللي احنا شفناها في عدد الوحدات المدرعة للجيش الإسرائيلي يخليني أقول لحضرتك أن ليس من السهل تحقيق انتصار بسهولة في ظل وجود مقاومة حتى لو تم تدمير كما تقول حماس 136 آلية عسكرية منذ بداية هذه الحرب أعتقد قالت 163 يعني كان 136 وبعدين ارتفع منذ بدء عملية الميدان في الشوارع فقالت 160 وأمس كان فيه حوالي 163 وهذا رقم الحقيقة رقم عالي جدا يعني احنا بنتكلم فيه تقريبا 2 ليه وطبعا خسائر ضخمة جدا الاستراتيجية الإسرائيلية دايما ما بتقولش على حجم الخسائر خاصة فيه صفوف القوات ولا في صفوف الدبابة لا سيما قلني دي مركافة يعني كانت أعلى فئة نزلت بعدها مركافة 5 أعلنت عنها في سبتمبر الماضي وبالتالي ده بيدور السمع عشان كده بتسحبها لكن الخسائر اللي حماس عملتها كانت خسائر عالية للغاية حماس على فكرة في 2001 استطعت أنها تسيب المركافة 3 والمركافة 4 في حرب لبنان 2006 حزب الله أصبها أيضا على الرغم من أن إسرائيل حضرتك يعني كل سنة بتزود فيه التدريع في القوة النيرانية المركافة دي أول ما تعملت كانت سنة 79 يعني هو المشروع سنة 70 وأول إنتاج مركافة واحد كان سنة 79 وكانت صناعة إسرائيلية خالصة طبعا ببعض التكنولوجيا الغربية خاصة التكنولوجيا الإنجليزية ولكن إنجلترا انسحبت بسبب طبعا الصراع العربي الإسرائيلي وشاركة أول مركافة واحد في الحرب اللبنانية سنة 82 في الثلاثة وثمانين إسرائيل نزلت المركافة 2 المركافة 2 دي بقى كانت مخصصة الحرب الشوارع كمان لأنها شاركت في حرب اللبنانية 82 مع قوة تدريع أكتر مع تطوير في القدرة النيرانية في سنة 90 نزلت المركافة 3 زودت برضو التدريع وده الشغل الشاغل الإسرائيل دايما تزود في التدريع الفحيل تماما لأنها بتخاف على البعد الإنساني عندها له حساسية عالية بسبب انتفاض عدل السكان ولكن في المقابل حماس لا تملك هذه المدرعات يعني تملك أسلحة أقل ربما فتكا أقل تكنولوجيا ما الذي يجعل حماس لديها كل هذه القدرة على تدمير هذه المركبات التي يبدو بأنها متقدمة جدا عسكريا الحرب الحديثة أو الحرب الهاجينة وده شفنا الحقيقة في الحرب الروسية الأوكرانية في مفاهيم كتيرة جدا حضرتك اتغيرت يعني الاخترع الدبابة أول واحد اخترع الدبابة كان عاملها لجابهات القتال في الصحراء وفي الغابات وفي الأدغال وليست فيه داخل المدن وبالتالي لما تجي تدخل المدن بتبقى حرقتها مقيدة منورتها مقيدة تستطيع أن تمشي في الشارع لكن لها أماكن ضعف كتير يعني فيه في الدبابة نقاط ميتة كتير في داخل المدينة وبالتالي يستطيع مقاومة حماس من أنه حافظ الطريق وحافظ البيوت في حرب المدن وكمان هناك مساعدات من بعض الأهالي اللي موجودين وعنده أنفاء كمان فيستطيع الوصول إلى الدبابة من نقطة ميتة فيها ودايماً بيبقى الضرب من الخلف وعلى الأجناب فيصيب الدبابة سواء بالصواريخ المعدلة التي يملكها اللي هي الأربو جي سبعة اللي بيسميها دلوقتي ياسين خمسة دي بقوة نارية عالية أو أنه حتى يضع القوة المتفجرة في المكان اللي ما بين البرج وإدارة النيران ودي منطقة ضعيفة أو كمان في جنزير الدبابة لو ضرب بالأربو جي في جنزير الدبابة بتضعب بيبقى بعيدة عن التدريع بتاع الدبابة وبالتالي قدر أنه حقق خسائر كبيرة في سلاح المدرعات إسرائيل هنا لازم تحمي عشان تحمي دبابتها لازم تزود عدد أفراد المشاة يعني ممكن يبقى لكل لواء مدرع اتنين كتيبة مشاة والكتيبة فيها من 800 لألف جندي وتوسع دائرة الاشتباه يعني يبقى في حماية شديدة للدبابات ليست بجوار الدبابة فقط ولكن في مربع سكني محيط به حتى تمنع وصول حماس أو وصول المقاومة إلى هذه الدبابة في الحرب الحديثة زي ما حضرتك شفنا تستطيع المقاومة وحرب الشوارع إنها تحقق انتصار على المعدات العسكرية التيلة شكرا لك اللواء محمد عبد الواحد الخبير في شؤون الأمن القومي من القاهرة